بعد تسجيل أكثر من ألف إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون في محافظة كاركوك تتصاعد حدث المخاوف من قبل الجهات الصحية عبر دعوة المواطنين لاتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية من أجل السيطرة على الوضع الصحي في المحافظة ارتفاع كبير في معدل الإصابات بفورس كورونا والتي تجاوزت معدل الإصابات اليومية بأضعاف وهي مؤشرات تنذر بخطورة الوضع الصحي لكاركوك تائرة صحة المحافظة حذرت من خروج الوضع عن السيطرة ودعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية ملوحة باللجوء إلى إجراءات صارمة لتدارك الوضع حام الحقيقي أكثر من هذا العدد بأضعاف لأنه نحن نفحص الذي عندهم أعراض والمنامسين مالهم المستشفى الشفاء أو الردهات الوبائية في المستشفيات أأكد لك أنه معظم هم 99% من عندهم هما من غير الملقحين وهذا يأكد فعالية اللقاح زائدة نحن أحصياتنا تقول خلال الأسبوعين أول أسبوعين من بدء الموجة الرابعة حد الآن 75% من الإصابات هما دون 18 سنة رغم افتتاح أكثر من 90 منفذا لأخذ اللقاحات والتي وزعت بالمدينة لكنها لم تشهد إقبالا من المواطنين مما أسهم ذلك بارتفاع داد المصابين بحسب الفرق الطبية اللقاح عدنا 90 منفذ حاليا في كاركوك 90 منفذ يعني مو منفذة ومنفذين قليلات واللقاح جميعا وحسان الفايرز الأمريكي موجود في كل منفذ في جميع منافذة موجودة في محافظة كاركوك ولكن إقبال المواطنين على اللقاح جدا قليل نسبة ضئيلة جدا يعني من حقق الهدف المطلوب ويتكرر هذا المشهد كل يوم في زحام خانق من المواطنين وطوابير طويلة للسيارات وسط غياب الإجراءات الوقائية ويكون المبرر الوحيد لعدم التباعد الاجتماعي هو كسب الرزق على ما يبدو بدأ الأمر يتطلب من الجهات الصحية أخذ حزمة من الإجراءات الوقائية لخفض مستوى أعداد الإصابات بفارس كورونا والتي وصلت إلى أكثر من ألف إصابة في اليوم الواحد من مدينة كاركوك حيدر الربيعي الرابعة